موسيقى 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 على سيد الردم هنا نقسم الألعاب بتاعتنا في الألعاب الصلاة اعتقد احنا بنسير بشكل جيد جدا في لعبة زي الكرة طيرة سواء رجال أو سيدات مسيطرين بشكل جيد الحمد لله من ساعة ما احنا كنا موجودين الكرة السلة عملت أدمات كويسة لفريق الأول السنة إن شاء الله ربنا يوفقهم يقدروا يعملوا إنجازات كبيرة سلة السيدات الأمور ماشية فيها في شكل كويس كرة اليد السيدات الأمور فيها ماشية في شكل منتظم اليد بندعم وإن شاء الله فيه تدعمات قادمة ليد الرجال كل بقى الألعاب الفردية السباحة والكراتي والجنباز أعتقد شايفين فيهم تطور والسكواش والتنس بنعمل فيهم تطور بشكل كويس ألعاب المية كرة المية برضو عمين فيها شغل مخترم الفترة اللي فاتت الألعاب الغطس والبليل مائي وكل ما هو ليه علاقة بألعاب المية أيضا فيه تطور في النتائج على مدار السنوات اللي فاتت فأعتقد بنسير بشكل جيد طبعا كرة القدم اللي هي البرواز الأساسي للنادي أعتقد الأمور بتسير بشكل أفضل في الفترة اللي فاتت كان فيه يمكن تراجع شوية في البداية من سنة من دلوقتي كان عندنا تراجع وحصل تدعيم قوي للفريق في يناير الماضي وبعدين في الصيف وأعتقد الجماهير راضية بشكل عام عن الأداء الكورة في النادي الأهلي وده زي ما بقول البرواز الرئيس للأنشطة كلها في النادي الأهلي أعتقد احنا من أول يوم دولاب العمل بتقسم من مجلس الإدارة ومن المكتب التنفيذي علينا احنا كعضاء مجلس إدارة بنشتغل بشكل متوازي ما حدش فينا بينفرد بحاجة كل واحد بيركز في موضوعه بيوصل لمرحلة معينة وبيرجع يارض على مجلس الإدارة تاني بشغالين بخلية عمل معينة بحيث أن كله يبقى عارف زميله بيعمل إيه ووقف عند فيه من خطوات لأن في الآخر كلنا في مركب واحدة كلنا النهاردة أي مشروع أنا مكلف بي أو أي حد من زميلي في الآخر بيتحسب لنا كلنا كمجلس إدارة أعتقد أن توزيع الملفات بالشكل ده يمكن كان جديد على دولاب العمل في النادي الأهلي أنه يبقى بالشكل ده وبالشكل المعلن ده لكن في الآخر أنا شايف بعد يمكن سنة ونص من توزيع الملفات بالشكل ده أعتقد التجربة نكحة بدأت مشاريع كتير تشوف النور بدأت مشاريع كتير تطلع وتلاقي قبول من الأعضاء بنشتغل بتناغم كويس كأعضاء مجلس إدارة في الحتة دي كلنا بنساعد بعض يعني مش معنى أن أنا ماسك ملف معين أنا ماسعيتش زميل لي ماسك ملف ممكن يبقى عندي خبرة فيه لأن زي ما بقول في الآخر كلنا في مركب واحدة وأي نجاح في النهاية بينسب لي مجلس الإدارة مش لأشخاص طبعا إحنا من ضمن الإنجازات اللي احنا عملناها أعتقد الاعتماد اللايحة النظام الأساسي لنادي الأهلي احنا النادي الوحيد في مصر اللي قدر يغير اللايحة بتاعته بعد انتخابات مجلس إدارة جديد مش قابليها زي بيت أنديت مصر كلها أتمنى أن احنا نكون عند حسن ظنهم في الفترة القادمة بإذن الله أتمنى أن احنا نقدر نقدم شيء كويس في مدار النص التاني من الدور الانتخابية بتاعتنا بنعتذر لو كان هناك أي تقصير لو كان هناك أي تأكير في ملف معين أو في خدمة معينة أو في حاجة قالت وتأخرنا في تنفيذها وإن شاء الله نشوف أداء أفضل وأداء أسرع في الفترة اللي جاية بإذن الله أهلية الأهلي هي دي العيلة كل أنواع الأسرة شوف إحنا بنينا العيلة دي على إيه أول ثلاثة اللي نفتح أساسها التاريخ وأساسها النبادئ وأساسها التطوير هي دي عيلة الناج الأهلي اللي مبنية عليه ومش أنا فننزل عنها أبدا